واشنطن أرسلت فرقة النسور الصارخة الهجومية لمواجهة القوات الروسية في أوكرانيا ومن يساعدها إن كانت بيلاروسيا أو كانت حتى إيران المنخرطة الآن كثيرا في هذه الحرب التي نراها في أوكرانيا في الآوينة الأخيرة القوة التي نتحدث عنها هنا هي الفرقة أو القوة 101 المحمولة جوا والتي تحدثت عنها بشكل حصري السي بي اس نيوز الأمريكية في الأربعة وعشرين ساعة الماضية هذه القوة وبحسب السي بي اس نيوز الأمريكية أكدت بأن خمسة آلاف عنصر من هذه القوة قادمين من قاعدة فورت كامبل في ولاية كمتاكي الأمريكية وصلوا إلى رومانيا وهم موجودين الآن على الحدود الرومانية الأوكرانية على بعد ثلاثة أميانا فقط ما يقارب الأربعة فاصلة ثمانية كيلو مترا وهم لم يقوموا بمناورات عسكرية على سبيل المثال أو تدريبات عسكرية لا أبدا هم تواجدوا هنا للقيام بمحاكات للحرب التي تأتي في أوكرانيا أي بما معنى وكأنهم موجودين في داخل أوكرانيا لمحاربة ومواجهة القوات الروسية وكانت هناك تفاصيل وصور مثيرة نشرتها سي بي اس نيوز الأمريكية لطبيعة هذه المحاكات وهذا الانتشار القتالي لهذه الفرقة الهجومية جدا ليست فرقة دفاعية أبدا وهذه لأول مرة تحدث منذ الحرب العالمية الثانية أن تأتي قوة بهذا الشكل وأن تستعد لمثل هذه الحرب التي نراها اليوم والتي لها انعكاسات كبيرة جدا على العالم بأكمله وبالتالي بالنسبة لهذه الفرقة الآن كانت هناك تصريحات من قيادات الفرقة كثيرة وحتى من مراسل السي بي اس نيوز الأمريكية بأنهم مستعدون لعبور الحدود الأوكرانية الليلة ان تسلموا الأوامر والضوء الأخضر من البيت الأبيض وهذا ما ثبتته الواشنطن إكزامنر من تصريحات طبعا التصريح الأول من نائب قائد الفرقة قال هذا ليس انتشار عسكري للتدريب بل انتشار قتالي وقواتنا جاهزة للقتال الليلة مراسل السي بي اس نيوز الأمريكية ذهب إلى أبعد من ذلك وقال إذا تصاعد القتال وتعرض شركاء نيتو للتهديد فإنهم على استعداد تام للعبور للأراضي الأوكرانية إذا طلب منهم ذلك قد يتساءل البعض لماذا وصلت الأمور إلى هذه الدرجة هي وصلت إلى هذا الطريق بسبب تقارير قد نشرت من النيويورك تايمز الأمريكية تحدثت عن تفاصيل استخبارية بأن هناك قوات روسية وقوة روسية كبيرة قد دخلت إلى بيلاروسيا ولديها مهام عسكرية كبيرة تريد أن تنفذها ليس فقط في الداخل الأوكراني وإنما ضد الدول حلف النيتو تحديدا هذه القوة تحدثت النيويورك تايمز من معلومات استخبارية قادمة من لاتفيا وكذلك قادمة من أوكرانيا وحتى من استخبارات الولايات المتحدة أكدت بأن هذه القوة جاءت بعشرة آلاف عنصر قوامها عشرة آلاف مقاتل من القوات الروسية قد دخلوا إلى بيلاروسيا وهذه تأتي في ظل تحركات عسكرية مستمرة من قبل البيلاروسيين منذ أن أعلن الرئيس البيلاروسي الأسبوع الماضي بأنهم قاموا بتشكيل قوة إقليمية بين طبعا بيلاروسيا وبين روسيا وأن هناك قوة كبيرة مشتركة وسيعملون على الدفاع كما صرح طبعا الرئيس البيلاروسي تحديدا في هذه المسألة التفاصيل التي جاءت من النيويورك تايمز أكدت أن هذه القوة لديها مهمة في ضرب عملية الإمدادات التي تتحصل عليها أو التي تصل إلى قواندا من قبل حلف النيتو والولايات المتحدة الأمريكية والتي ترسل طبعا بهذا الشكل إلى أوكرانيا من أجل أن تستغلها أوكرانيا في مواجهة القوات الروسية في الداخل الأوكراني وهذا يأتي على شكل مهم جدا ذكرته النيويورك تايمز بأن هذه القوة تحاول أن تستغل الأراضي الأوكرانية والحدود الأوكرانية البولندية وتضرب هذه الإمدادات مباشرة وتقطعها تماما وذلك لأن هذه الإمدادات قد أثرت كثيرا في هذه المعركة وهناك تصعيد ورغبة من الولايات المتحدة الأمريكية والنيتو بشكل عام لإرسال المزيد من الأسلحة والتصعيد بالأسلحة بشكل كبير لأوكرانيا لكي تتقدم بشكل أكبر وهذا يعني تقدم أكبر للأوكرانيين فالروس عانوا ما عانوه من طبيعة التقدم الأوكراني بسبب هذه الأسلحة المتقدمة والتعاون الاستخباري وغيرها بل أن المسألة ليست فقط ولا تأتي على مسألة استرجاع أو مرتبطة بانسحاب القوات الروسية المستمر وبأنهم أصبحوا تحت الخطر بالنسبة للروس في المناطق التي أعلنوا ضمها المناطق التي أعلنوا ضمها طبعا هي خيرسون وزاباروجيا وكذلك إقليم دونباس من لوغانسك ودانيتسك هناك مشكلة لديهم وهناك تقدم أوكراني مستمر بل أن الأوكرانيين ذهبوا إلى أبعد من مسألة فقط السيطرة على الأراضي التي فقدوها بدأوا يفكرون بشوه جزيرة القرم وبدأوا بتوجيه ضربات إلى العمق الروسي بشكل مستمر وبشكل دوري على سبيل المثال في الثمانية واربعين ساعة الماضية كانت هناك ضربة على بيلغورد التي تتعرض إلى كثير من الضربات الصاروخية من قبل الأوكرانيين تحديدا لاحظ هذه الضربة التي جاءت مثلا قبل الثمانية واربعين ساعة الماضية الضربة كانت كبيرة وجاءت بهذه الطريقة وبهذا الشكل وفي بيلغورد وفي روسيا تحديدا وفي هذه المدينة قاموا بتصوير هذه المنطقة ما تم تداوله عن هذه النقطة تحديدا لكي نتأكد منها قالوا بأنها في منطقة وفي نقطة تابعة لبيلغورد ألا وهي شبيكنا وبالتالي دعونا نذهب مثلا لكي نأخذ بعض العلامات لنتأكد إن كانت فعلا في روسيا بحسب هذا النشر الذي تحدثنا عنه هنا كما نلاحظ طريق وهنا كما نلاحظ كأنه يبدو كماركت سي واي ان اي بي على الأقل إذا ما اتخذنا من هذه الحروف نقطة لكي نستدل منها من المبنى الأبيض هناك علامة مميزة لهذا المبنى المتصل على ما يبدو بهذا الشكل وكذلك هناك طريق على ما يبدو يفصل بين هذا المبنى وأيضا هذه المباني التي يأتي سقفها باللون الأزرق المميز والانفجار جاء بهذا الاتجاه الذي ترونه واضح بأن الانفجار أما جاء على نقطة عسكرية أو جاء ضد محطة للوقود بما أننا شهدنا كثير من هذه الضربات بين الطرفين مع أخذ بعض العلامات الأخرى من هذه النقطة المزروعة طبعا وهذه الاتفاف البسيطة إلى هذا الطريق وكذلك كانت هناك لقطة أخرى لهذا الانفجار قيل بأنها هي نفس النقطة التي ضربت ولكنها كانت قريبة وممكن أن نستفد من هذه المنطقة وفعلا بحسب ما نشر على الأقل من مواقع التواصل الاجتماعي بأن المنطقة التي ضربت واضح جدا بأن هناك خزانات للوقود هناك متخنة وبالتالي نحن على ما يبدو أمام نقطة للطاقة للوقود للنفط على ما يبدو بهذا الاتجاه وبالتالي إذا ما أخذنا بعض العلامات من هذا الطريق الملتوي هنا متخن واضح جدا نحن أمام بوابة وكذلك نحن أمام هيكل البناء المميز هنا الذي ممكن أن نستفد من طبيعة هذه النقاط الثلاثة إذا ما كان هناك شعة الشمس ساعدتنا في معرفة الظل على الأقل إن كانت تأتي من هذا الاتجاه بالقمر الصناعي وكذلك نحن أمام هذا المعبر الذي تلاحظونه الذي يبدو بأنه ممر للمشات ويبدو بأنه مدمر ولكنه موجود وواضح بأنه ممتد وبالتالي الانفجار يأتي في هذه المنطقة لنذهب إلى القمر الصناعي لنتأكد من هذه الضربات والتي طبعا ستعطينا فكرة تامة عن الضربات الأوكرانية ولماذا هي أصبحت مؤذية ومزعجة لهذه المنطقة التي تعتبر من النقاط المهمة بالنسبة لروسيا في الإمدادات العسكرية هذه هي بيلغورد وهذه هي شبيكنا التي تداولتها الأوساط الروسية والأوكرانية لنبحث عن نقطة تبدو وكأن المباني الخاصة فيها هي باللون الأزرق أو سقفها أزرق هنا تبدو هذه المنطقة نوعا ما متطابقة وبالتوقف هنا سنلاحظ نحن أماما على ما يبدو نفس العلامات هذه هي المباني باللون الأزرق هذا هو الفاصل طبعا أو الشارع أو الفرع الذي يأتي بين هذا المبنى الواضح أن هذا المبنى ليس واضحا الشارع حاضر هذه المنطقة المزروعة التي تحدثنا عنها وهذه هي المنطقة التي تأتي بهذا الاتجاه وبالتالي الانفجار يأتي في هذه النقطة قد يكون هذا المبنى غير واضحا كما تلاحظون في القمر الصناعي قد لا يتطابق مع ما رأيناه من الألوان من العلامات بسبب أننا نأتي من القمر الصناعي ولكن إذا ما حاولنا أن نقوم بالنزول بهذا الاتجاه هي متوفرة في الـ Google Earth تستطيع الذهاب الآن للتأكد بنفسك من هذه المنطقة ستلاحظ بأنك أمام تماما نفس العلامات الـ CYN على ما يبدو بأنها متطابقة من هذا المبنى مع هذه المباني إذن نحن أمام انفجار يذهب بهذا الاتجاه والسؤال الأهم ما هي هذه النقطة التي ضربت لنبحث عن نقطة عسكرية أو نقطة للوقود لكي نتأكد من هذه الضربة الصاروخية الكبيرة على ما يبدو إذا ما توقفنا الآن في هذه المنطقة وسنلاحظ بأننا كنا هنا وقد تأكدنا من العلامات وإذا ما توجهنا بأننا سنلاحظ الآن هذا العامود أو العامود طبعا الذي يستخدم المنارة للدخان طبعا بهذا الشكل وبالتالي على ما يبدو بأننا أمام هذه المنطقة بهذا الاتجاه لنتجه إلى هذه المدخنة وإلى هذه المنطقة التي تبعد ما يقارب الثلاثة فاصلة ستة كيلومترا عن المنطقة التي شهدناها لنتجه إلى هذا المدخل نحن أمام المدخنة بشكل واضح وسنلاحظ بأننا أمام أيضا تطابق جديد لهذه المنطقة هذه هي طبعا سنلاحظ بأن الالتفافة التي تأتي بهذا الشكل لهذا الطريق وأيضا هذا هو المدخل هذه هي خزانات الوقودة التي كانت واضحة لدينا وأيضا هذه هي النقطة أو الهيكل البناء الذي رأيناه واضح بأننا أمام واحد اثنان ولكن النقطة الثالثة ليست واضحة بسبب على ما يبدو هذه الشجرة ولكن هذا هو طبعا الممر الذي تحدثنا عنه وواضح جدا مع ممر آخر يبدو بأنه ضرب أو تعرض إلى ضرر معين وبالتالي هذه تأكدت العلامات بالنسبة إلينا وهي تعطينا بصورة واضحة أن الصاروخ قد سقط في هذه النقطة من قبل الأوكرانيين وهو يؤكد لنا فعلا بأننا كنا أمام ضربة جديدة من الأوكرانيين على ما يبدو بأنها جاءت على هذا المبنى أو قد تكون جاءت على هذه النقطة وتسببت بهذا الحريق والاشتعال الكبير المدينة تتعرض للكثير من الضربات من الأوكرانيين بالتالي الأوكرانيين لديهم جرأة في هذه الضربات التي نتحدث عنها وعلى هذا الأساس بالنسبة للقوات الروسية ووجودها مع البيلاروس هنا هو محاولة لإيقاف الإمدادات التي تأتي من بولندا إلى أوكرانيا من أجل ضبط إيقاع هذه المعركة بل إنه أيضا يفتح الباب بالنسبة لروسيا وبيلاروسيا التي قد تندفع بسرعة إلى العاصمة الأوكرانية كييف لا تبعد عن الحدود البلاروسية هذه العاصمة المهمة إلا ما يقارب 75 كيلو مترا وبالتالي يسقطون النظام في كييف بسرعة وينهون كل المكاسب التي حققها النيتو وحققتها الولايات المتحدة الأمريكية وحتى القوات الأوكرانية ويجب أن نتذكر أن القوات الروسية قبل أن تنسحب عندما هاجمت كييف وانسحبت هي كانت لوحدها لم تكن بلاروسيا معها بلاروسيا فقط ساعدتها في الأرض واستخدمت الأرض للتقدم إلى كييف جاء السلاح النيتو وغيرها وانسحبت من كييف هذه المرة قد نكون أمام هذه النقطة وهذا التحوض خاصة وأن الطائرات المسيرة الإيرانية من شاهد 136 لعبت أدوارا كبيرة في ضرب نقاط حساسة في العاصمة الأوكرانية كييف هناك مشكلة في الطاقة الكهربائية الآن في كييف رغم تصدي الأوكرانيين الكثير لهذه الطائرات إلا أنها لم تحقق الكثير بالنسبة إليهم عندما تضرب هذه الطائرة تضرب بدقة هي تضرب أوديسا هي تضرب ميكولايف وهي تضرب كييف بقوة وبالتالي هناك أكثر من علامة تحتاج الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهتها وبالتالي هذا قد يفسر الكثير من وجود هذه القوات الأمريكية بل أيضا أن هناك تحشيدات بحسب النيتو تأتي في بولندا بسبب هذا التحرك الذي تحدثنا عنه وحتى في لثوانيا في هذا الاتجاه هناك تحشيدات كبيرة لاحظ كم عدد وأعداد هذه الأطراف الموجودة في هذه المنطقة الأمر يذهب إلى أبعد من ذلك فالولايات المتحدة أيضا تنظر إلى إيران وانخراطها في هذا الحرب والضربات الفاعلة من الطائرات المسيرة إلى التقارير التي تتحدث أن هناك صواريخ باليستية اتفقت عليها إيران مع روسيا لإرسالها لاستخدامها في هذا الحرب مع عناصر مختصة من قوات النخبة في الحرس الثورية الإيراني لإدارة هذه الطائرات المسيرة التي شهدناها وبالتالي إيران أيضا هي تلعب أدوار على مستوى الضغط على الطاقة هي لا تعتمد فقط على ما تقوم به روسيا بل هي تساعد روسيا في الضغط على مسائل الطاقة لزيادة الضغط على النيتو وعلى أوروبا بأكملها وهذه طبعا جاءت من تفاصيل أصبحت واضحة مؤخرا بأن إيران تستغل مسألة التوتر بين أرمينيا وبين أذربيجان هناك توتر كبير بسبب هذا الإقليم الذي ترونه وهو إقليم كارباخ كان هناك ممرا امتد من أرمينيا إلى كارباخ هذا الإقليم المهم الذي يتواجد فيه الكثير من الأرمن الذي يأتي في قلب أذربيجان وامتد أيضا وبعد ذلك اتفقوا بهذا الممر وأن يكون هناك ممر بالمقابل من أذربيجان إلى هذه الجمهورية وهذه الجمهورية التي ترونها هذه المنطقة تحديدا التي سأحددها لكم هي منطقة طبعا نخجوان وهي جمهورية نخجوان التابعة إلى أذربيجان ولكنها محصورة هي محاصرة بين أرمينيا وبين إيران وهي منطقة غير ساحلية ولكن أذربيجان تعتبرها أرضا هي أرض فعلا أذربيجانية بالنسبة إليهم دوليا إيران تضغط على هذه المسألة كانت هناك مناورات عسكرية كبيرة تأتي تجاه هذه الجمهورية التي ترونها وكذلك تجاه أيضا أذربيجان هي تقول بأن أمن أرمينيا مؤخرا في الـ 24 ساعة الماضية قالت إيران أمن أرمينيا هو من ضمن أمننا وكذلك روسيا تزيد من عملية الدعم لأرمينيا في هذا التوتر المتزايد مع أذربيجان المناورات التي جاءت الإيرانية كان هناك حديثا بأن الإيرانيين قد اخترقوا هذه الأراضي من قبل الأذربيجانيين وكانت هناك صورا من وكالة تسنيم الإيرانية قد تحدثت عن هذه المسألة يجب أن ننتبه إلى طبيعة ما يجري هذه هي الصورة التي نشرتها وكالة تسنيم البعض كان يتساءل هل هي في داخل هذه الجمهورية جمهورية نخجوان التي تحدثنا عنها تابعة إلى أذربيجان أم لا وكما نلاحظ بأننا أمام هذا النهر وهو نهر آراس وهذا هو الجسر عائم القوات الإيرانية واضح تعبر على هذا الجسر كذلك سنلاحظ بأننا أمام رسمة معينة لهذه الجبال تأتي بهذه الطريقة المميزة وواضح بأننا أمام التلال قريبة هنا قريبة جدا من التصوير تغطي الكثير قد تكون من علامات الجبال التي تأتي في الخلف وبالتالي نحن أمام قد نكون علامات كافية لكي نلقي نظرة سريعة عن هل إن فعلا القوات الإيرانية أو الحرس الثورية الإيراني كان على الحدود أو دخل إلى الحدود الأذربيجانية هذه هي المنطقة التي نتحدث عنها التي ضغطت عليها إيران لنتجه إلى إحدى النقاط الجبلية الآن لكي نأخذ نظرة على ما ممكن أن نجده سنلاحظ بأننا أمام هذه المنطقة الجبلية هذا هو نهر آراس الذي ترونه لنحاول أن نقارن المنطقة الجبلية مع الأرض وسنلاحظ بأننا أمام مرة أخرى نفس العلامات التي تحدثنا عنها هذه هي الجبال تبدو متطابقة تماما هذا الجبل ليس حاضرا ولم نراه بسبب أن المنطقة مخفضة وأن هذه التلال التي كانت ظاهرة هي التي تغطيها وهذا هو نهر آراس وبالتالي الواضح بأن هذا الجسر العائم يأتي بهذا الشكل وأن القوات الإيرانية كانت تنسحب مع انتهاء المناورات العسكرية التي قامت بها على الحدود طبعا مع هذه الجمهورية التابعة إلى أذربيجان ولكن أيضا توضح هم كانوا يناورون على الحدود لا نعلم قد يكونوا فعلا قد اخترقوا هذه المنطقة أين هو هذا الجسر؟ هذا الجسر كان أساسا واضحا من صور محدثة من الأقمار الصناعية بهذا الشكل عندما بدأوا ببنائه محدثة تماما لاحظ الجبال كل شيء متطابق مع ما رأينا هذا القمر الصناعي عندما تقترب ستجد بأن الجسر العائم كانوا في عملية وفي صدد بنائه قبل بدء المناورات العسكرية بدأوا المناورات العسكرية وانسحبوا من هذه المنطقة وعلى هذا الأساس وببساطة الولايات المتحدة الأمريكية وإن مسألة الطاقة التي تحدثنا عنها الولايات المتحدة تجد الخطر في هذه المسألة وتأتي حول أنبوب غاز يمتد من أذربيجان إلى جورجيا إلى تركيا وإلى بلغاريا وإلى رومانيا ويمتد إلى أوروبا بهذا الشكل هم يرون أن إيران تضغط وتحاول أن تزعزع وتزيد من التوترات على هذه الجمهورية تحاول مساندة أرمينيا الروس يحاولون مساندة أرمينيا يريدون إشعال الاستقرار في هذه المنطقة بين أذربيجان وأرمينيا وبالتالي هذا الأمبوب يتعرض إلى ما يتعرض إليه بالإضافة يجب أن لا ننسى أن إيران تلعب أيضا دورا في إبقاء إقليم كردستان غير قادرا على التقدم على مستوى الطاقة وعلى مستوى الغاز الطبيعي شهدنا ضربات من الفصائل المسلحة من إيران وغيرها وكذلك يجب أن نتذكر بأن إيران حتى هذه اللحظة بحسب تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية هي تناور هي لا تريد العودة للاتفاقية النووية لأنها تعلم أن عادة للاتفاق النووي سيعني بأن الغاز الإيراني الغاز الطبيعي الإيراني الذي تمتلكه سيكون من حصة الغرب والولايات المتحدة الأمريكية سيستفيدون منه كثيرا خاصة وأنها تمتلك ثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي إذا ما عادت إلى هذه الاتفاقية وبالتالي هذا الأمر سيكون ضد روسيا سيحل مشاكل من مشاكل الطاقة وبالتالي إبقاء الأمور بهذا الضغط وبهذه الطريقة هو سيعني ضغطا أكبر على أوروبا في الخمسة وفي الأربعة أيام الماضية كانت هناك تظاهرات بسبب أزمة الطاقة في فرنسا بهذا الشكل في الثمانية وأربعين ساعة الماضية في إيطاليا كذلك ستلاحظ أيضا لقطات من ألمانيا كل هذه التظاهرات منددة بارتفاع الأسعار يريدون الخروج من النيتو وكذلك هنا في بلجيكا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى وبالتالي إيران تلعب دورا محوريا كبيرا في هذه الحرب بدأت الولايات المتحدة الأمريكية ترى الأمور بأنها جدية وتظل الأسئلة كبيرة حول ما سنتوجه إليه في المستقبل وما ممكن أن تخبئه الأيام القادمة